جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ماذا عن لبس الخمار إذا جاء الوالد وأراد مني أن أخلعه هل أبقى مرتبية؟ ماذا نعمل في الخمار؟ الخمار إذا جاء الوالد وأراد مني أن أخلعه هل أبقى مرتبية ولا أسمع كلامه أم أخلعه لاختصار المشاكل؟ ما أحل المرة أن تخلع الخمار وأن تكشف وجهها ورأسها عند محارمها ومنهم الوالد منهم أبوها أو ابنها أو أخوها أو ابن أقيها أو ابن أختها أو ابن زوجها أو أبي زوجها كل هؤلاء محارم وكذلك من بينه وبينه رضاع محارم فأخيها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من ملادك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم